بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في شهر شعبان ونبدأ حلقتنا هذه بكلام عن موضوع مهم جدا في العقيدة والتوحيد وهو الإسلام ومعناه الاستسلام الاستسلام لله تعالى هذا هو معنى الإسلام الاستسلام والتسليم لله تعالى في شرعه وقدره المسلم مستسلم لله لا يعترض عليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله عز وجل له الحكم وهو الحكم وإليه ترجعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمة ولذلك فلابد من التسليم لأمر الله تعالى في كل شيء والاعتراض على الله كفر لا يسأل الله لماذا لماذا شرعت ولماذا فعلت لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون ولذلك لما يأتي بعض الناس يعترض على الله في حكمه يعترض على الله في تشريع أمر معين إيجاب أو تحريم فإن هذا الاعتراض كفر ومن لم يحكم ما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولاك هم الكافرون والظالمون والفاسقون يجب أن نسلم لأمر الله ونطبق شرع الله ونحكم دين الله سبحانه وتعالى في الكبيرة والصغيرة لو جاء واحد الآن وقال ليش الأنثى نصف الذكر في الميراث لماذا واعترض على هذا الحكم وقال لا بد من التسوية نقول عندما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنثىين لا اعتراض على الله إطلاقا تسليم لأمر الله تماما عرفنا الحكمة ما عرفنا الحكمة أدركنا العلة أو ما أدركنا العلة نحن مسلمون لو قاء لو قيل إن الرجل هو الذي يدفع المهر أولا في النكاح ثم يدفع النفق طيلة العشرة والسكنة والكسوة إلى آخره يعني هو الذي عليه النفقة فكان أجدر أن يكون له في الميراث النصيب الأكثر وللمعلومية في مسائل في الميراث المرأة ممكن تأخذ فيها أكثر من الرجل الأنثى تأخذ أكثر من الذكر وفي مسائل في الميراث الأنثى مثل الذكر يعني مثلا الإخوة لأم إذا ورثوا الإخوة لأم والأخوات الذكر والأنثى سواء سواء نفس الشيء في حكم الله في أربع حالات الذكر أكثر من الأنثى في نحو من ثلاثين حالة الأنثى مثل الذكر أو أكثر أحيانا على أي حال نحن مستسلمون لأمر الله لو جاء واحد أو واحدة واعترضت على الله ليش شهادة امرأتين بشهادة رجل نقول لي ما دام الله قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وهو ذكر السبب سبحانه قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فالمرأة فيها عاطفة قوية قد تغلب عقلها قد تنسى أكثر من الذكر والعاطفة مهمة لتربية الأولاد لا اعتراض على الله هذا شرعه هذا أمره فلما تأتي تقول أو يأتي إنسان يقول هذا الشرع ذكوري هذه أحكام بائدة هذا ظلم وي لكم وي لكم كيف تحكمون تعترضون على الله تفترون على الله تدعون أن الله ظلم وي لكم يوم القيامة عندما يأتي أو تأتي من تقول إن الإسلام ظلم المرأة وأوجب عليها أن تبقى سجينة أربعة أشهر وعشر أيام إذا مات زوجها وهو إذا مات يتزوج ثاني يوم ليش نقول لا يسأل عما يفعل اتقوا الله المرأة غير الرجل المرأة تحتاج إلى مدة لبراءة الرحم استبراء الرحم الذي فيها الرجل ما يحتاج هذه المدة المرأة نفسيتها تحتاج إلى مدة حتى تتهيأ لحياة أخرى بخلاف الرجل سريع الانتقال ولذلك لما يجي واحد يعترض على الله يعترض على الله في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيئاً قال الله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء خلاص أربعة أشهر وعشراء ليعترض على الله فيها كافر زنديق ملحد أظل من البهيمة بالتأكيد خلاص هذا حكم رباني هذا حكم رباني مذكور فيه كتاب الله سبحانه وتعالى ما يمكن النقاش فيه أربعة أشهر وعشرة أليس الله بأحكم الحاكمين فالحكم لله العلي الكبير ألا له الخلق والأمر ما هو خلقنا ويعلم نفسية الرجل ويعلم نفسية المرأة ويعلم ما الذي يصلح لهما أفحكم الجاهلية يفغون أشهدوا اختلاط أنساب يريدون أن امرأة تدخل على رجل بدون أن يستبرئ الرحم أن تستبرئ الرحم ماذا يريد هؤلاء الضلال ماذا يريد هؤلاء الزنادقة الذين يعترضون على الله في حكمه ويأتي من يقول وليش المرأة تسجن بالحجاب فلتبدي مفازينتها وجمالها طيب الذي قال وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ وَهَذِ تَقُولُ وَهَذَا يَقُولُ يُبْدِي زِينَتَهُنْ تُبْدِي زِينَتَهُنْ وَاللَّه يَقُولُ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ الله يقول وَلَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الله يقول في كتابه وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ فهو الذي أمر المرأة أن تستطر وتتحجب يا إخواني في قضية خطيرة هناك من يعترض على الله يعترض على الله دعونا ننتقل وترونهur الله حكيم وشرعه حكيم ومحكم ولمصلحة البشر ولمصلحة الناس ولمصلحة الأنثى ولمصلحة الذكر لا تستقيم حياة الناس إلا بهذا لا تعترض على الحدود الشرعية يقول الب Liverpool وبالإمكانكم على الحدود من الشرق والغرب حلَّيتهم مشكلة القتل لديكم؟ حلَّيتهم مشكلة الجرائم لديكم؟ حلَّيتهم مشكلة الاقتصاب لديكم؟ حلَّيتهم مشكلة الاختلاسات والسرق لديكم؟ ثم تريدون تعترضوا على الشرع لا نريد ولا نريد وهذه وحشية وهذه كذا سبحان الله ولكم في القصاص حياة القصاص الموت هذا في حياة لأن القاتل إذا قتل لن يتمكن من استمرار في عملية القتل ولأن الذي كان ينوي أن يقتل عندما يرى القاتل قد قتل يرتدع فيها حكمة فيها حياة القصاص هذا في حياة